سانار لأن ماريد نجير الوضعية للمتظاهرين بأنه سذج لهذه الدرجة لكن ربما نقول أن المتظاهرين الناصرية استغلوا الخلافات الموجودة حاليا للمطالبة الحقوق التي كانوا يطالبون بها قبل سنة ونص والحقوق هي معروفة لدى الكل خط الفقر الموجود بالناصرية هو تقريبا 60% من أبناء الناصرية عدم التعيين وعدم الخدمات التحتية الموجودة في مدينة خربة مثل ما شافها رئيس الوزراء لما زار الناصرية وعلى ضوءها هو أقر أن المدينة من كوبا والذي حصل أنه بعد زيارته وأمره بأنه تقام المشاريع بها ورصد هذه الميزانية يقال أنه هو سبب الأزمة التي صارت حاليا طبعا الناشطين والمتظاهرين اليوم بلقاءهم مع السيد الغانمي قالوا نحن مستعدين أنه ننطي أدلة لأنه هناك فساد من قبل المحافظة معلومات نقلها عن لسانهم دكتور أنه الغانمي طلع زعلان من اجتماع العصر عندك معلومات يعني الاجتماع الأخير يعني جاوبوا أهل الناصرية يقالوا له المطار مبيوع الفرقة مبيوعة الدائرة مبيوعة كل شيء لا هو ما استقبل هذا الموضوع طلع زعلان حتى ما انطشئ للصحفين ما عرف شنون راح يستقبلون الناس هذا بهذه العقلية بالحقيقة نعم 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 بالحقيقة السيد الغانمي هو جاء مستمعا ولم يعطي أي رأي أتصور أنه راح يأخذ كل الآراء استمع لكل الآراء راح ينقلها لسيد الكاظمي وأتوقع أنه القرار لابد أنه يصدر من السيد الكاظمي طبعا بالمناسبة أبناء الناصرية بصورة عامة سواء كانوا ناشطين أو شيوخ عشائر موجودين يعني اليوم طالبوا أنه طبعا المحافظ لابد أنه يعني لابد أن يقال ترجمة نانسي قنقر